السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سنرى الصفحة 12 والصفحة 13 هذه من الكتاب المدرسي سنة ثالثة إعدادي فوكس إذن سنرى اليوم الدرس جرامر أن تعرفوا اليوم على الفرب توبي وكيف نخدمه نبدأ على بركتي الله أولاً عندنا هنيا read and complete the grammar table اقرأ وأكمل جدول الgrammar هذا هذا اللي يعطوا لي نكملوني هنا عندي بعض الصور نقرأ هاد الشي اللي نكتوب هنا هادي miss sabri I'm miss sabri I'm a teacher أنا الأنسة sabri أنا أستاذة هاد جوجي الأطفال شنو قال هاد الطفل قال she's Laura we're students هي Laura نحن تلاميذ هنا تاني كيف يفكر في الأصدقاء دياله في صديقات دياله قال there in the classroom هنا في القسم هنا تاني البنت قال he's my friend he's my friend he's my friend هو صديقي جيمي هاد و تاني هاد جوجي الأطفال كي لعبوا مع هاد الكلب أشقلت هاد البنت قال it's my dog rex هذا كلبي ريكس هنا كنلاحظوا بعد ما قرنا هاد الشي كينين بعد الأشياء كيتداروا باش نهضر على راسي أو لا باش نهضر على شي واحد آخر إلا قلت أم قلت تعني أنا يعني أم جسوي أم هاد الدري هادر على هاد البنت قال she's هي يعني she's إلي she's هنا هاد الدري قال they're يعني they are يعني هم ils sont هنا هاد البنت هادر على هاد الدري قال he's he is أو لا he's يعني هوا هادر على هاد صديقي جيمي يعني إلي وهنايا الكلب أهضرات عليه هاد البنت بإتس حيث هادي إتس كانستعملوها ديماً للحيوانات أو للجامد بالنسبة دابل هادا هادا كيتسمى الـ هاد ضروري هاد الـ هاد الـ كنخدموه بزاف اللغة الإنجليزية بحاله بحال الـ في الفرنسي نحاول دابا نعمرو هاد تايبو هنا إلا جينا دابا نشوفه الـ هو الـ بأتخ بفرنسي عندي هناك يتكتب بجوج ديال الأشكال فول فورم هنا يهد شورت فورم يعني هنا بالكتابة الطويلة دياله وهنايا بالكتابة القصيرة دياله للمختصرة بالنسبة دابل هادو هنا ديرين سينجيلر زعماء هادو ضمائر جيل المفرد أنا أنت هو هي وهدي ديال لغيري العاقل بالنسبة لبلورو تتستعمل الجميع وي نحن يو أنتم ذاي هم هنا أعطوه لنا أصلاً فول فورم وبنسبة لهاتي بنا نشوفه الشورت فورم هنشوفه من هادو من هادو اللي كينين ناحية هنا يقولش يعطونا هير شورت فورم نقرأ بعدها هولي والهادو هاد فول فورم نقرأها بعدها ديال بحالة إلي هي كتستعمل لغيري العاقل كيفما بالحيد دابا في الأنجلي في لغة الإنجليزية تكون عندي هادو كيتستعمل للعاقل بالإنسان للأشخاص بالنسبة لهاتي كنتستعملها لك نحضر على مترانيش حاجة جامد أولي لك نحضر على الحيوانات هنا بنيسبة البلورو وي آر يعني نسم وي آر يو آر كتعني فوزت في الفرنسينات يو آر ذاي آر كتعني إلسون أولا إلسون هادي بجوجهم لهم أو لهن بحل بحل ذاي آر بالنسبة لبل شورت فورم أم هنا ديجا أعطوها ليا أم كيفما شبت هنا يا ميس سابري شنو قلت؟ قلت أم أم ميس سابري هنا يا أم أتيتشر بالنسبة لبالي يو آر يو آر هاي اشتي يو آر كان حيد هاد أ هاد أي كان حيدا وكان دير بلاستها أباسترو في كان دير بلاستها أباسترو في هيد لاباستخوف هاي إيز هنا يا هاد البنت قدمت صديق ديالها جيمي قالت هاي إيز هاد هي الصيغة المختصرة هاي إيز نقدر نكتبها بحلقة تنحيي ديك في أنني فقط نحييه هاد آي هاد إي اللي محتوطة هنا يا كان دير بلاستها أباسترو في كان دير بلاستها أباستخوف شي إيز نفس الحاجة شي إيز هنا يا شي إيز شي إيز 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 هاوه هنا يا إيز وي آر هاي وير كان حيد هير هاديك اي وكان بدلاب أباستخوف يو آر يور كان حيد تاني هاد اي وكان بدلاب أباستخوف تنحيي بحال هادي اللي قال هاد الدري فاشقال هاي هي الصيغة المختصرة غا نكتبها دابا هنا يدابة ثانيا قاليك هنا look at the grammar table and complete the sentences قاليك شوف الجدول ديال grammar هادا اللي درنا أصلا and complete the sentences وأكمل الجمل وأكمل الجمل أولا عندك هنا I'm a teacher شنو كندير كندير هادي I I am I am هاد I'm a teacher يعني ديلت أنا الضمير أنا هو I I am a teacher how old is how old is Dries شنو غادي نقول كم عمرو Dries غادي نقول هو he يعني he is twelve he is هنا ديج أعطوني الverb جمال and and you and he he she it هادي كتستعمل لغير العاقل we نحن you and they هم أولا هن نكمل إذن دريسة نعليش كان هدر دري إذن غادي نقول he he is 12 جمال and I أنا are students are students وشي واحدة أخر يعني نحن are in class 7 يعني ايش بنقول إلا بيت الضمير ديال نحن نحن هو we we are إذن هن بنكتب we we are in class 7 رابعاً عندينا john how old are حال كان نخضر معي شوحة تقليل جون شحال عندك في العمر how old are you you خامساً what's your friend's name ما اسمه صديقتكي هنا يش بنقول he haven't she selwa إذن غادي ندير الضمير ديال هي she she is selwa هنخلي لكم دابط صحيح باش تشوفوه مشو دابط صفحة 13 عندي هنا تالتاً complete the sentences with أكمل الجمل ب um where he's it's she's هنا أعطوا لي واحد example أعطوا لي واحد المثال ياسمين is 11 خلوا لي فارغ in my class يعني غادي نديروا حدا في هادو هنا يدارو هما she's علاش؟ حيث هي بنت ياسمين is 11 she's in my class ندير هاد الأخرى this is Samira a student هذه هي Samira هي تلميذة إذن بنسبة للبنت أشتندير هايا she's أشغل دي نقول this is Samira she's a student ثانيا an animal أشنو قلت على animals؟ أو لا يعني غير العاقل عامة تندير it's هايا it's هنقول it's an animal ثالثاً عندي I am with my friends at the sports club أنا مع أصدقائي في نادي الرياضة يعني شنو غادي نقول نحن نحن هي أش we're we're at the sports club I am with my friends أو لا I am with my friends we're at the sports club رابعاً my name's Salihah 12 years old أنا اسمي صالحة عمري 12 عاماً إذن هنا يبين هدر على راسية نقول I'm I'm 12 years old آخر إحدى this is Mr. قطاني ولا كي تاني ولا my teacher هذا السيد قطاني أش بنقول هو my teacher إذن اش غادي ندير he's he's my teacher أنا خليلكم دبط صحيح نمشيو التمرين الرابع قليك هنا complete حاميد's letter with um is are قليك أكمل رسالة حاميد ب um is are dear Tom عندي هنا يا my name حاميد شنو كنقول على my name ماش يكون my name في الضمائر شنو ماش من ضمير هنا يا my name it is يعني اسمي يعني اش بنقول is my name is حاميد العمراني and I عندي هذا الضمير شكن نستخدم معه um I am 13 years old my friend خاليد يعني هو شنو is my friend خاليد يعني he he is my friend خاليد is 14 we شنو كندير معه we كندير معه are we are students goodbye هنخلي لكم دابة صحيح وتشوفوا نمشي و دابة الخامسة عندي هنا يا listen and repeat then write a or n دابة بنسبة لهادو كيتسمى articles هادو دابة كنديروهم النكرة يهير في اللغة الإنجليزية النكرة يعني الحاجة اللي غير معرفة على حسب الكريمة امتى كنخدم a و امتى كنخدم an a كنديرها إلا كان بحلق بحلق المثال مثلا إلا تبع لي إلا الكلمة كتبدأ the consonant يعني سواء مثلا b c d t s m n يعني إلا تتبدأ الكلمة بهذه أشو كنخدم كنخدم a حيث ما نقدرش نقول a teacher ما يمكنك يخص نقول a teacher و امتى كنستعملها إلا كنت الكلمة كتبدأ the vowel الفووز اللي كنين هما a e i o u هده هما الفووز اللي كنين هما إلا كنت الكلمة كتبدأ أي فوو كندير لك ساعة in نشوف وهذا الامتي لقالك هنا miss sabri is a teacher يعني ما نقدرش نقول is an teacher ما شئتها في النطق ما شئتها في النطق ما شئتها في النطق ما شئتها تبدأ لي ايا الكلمة تندير فيها a هنا الجملة الثانية عندي she is an English teacher يعني ما يمكنش لي ايا نقول she is a English a English جاي شوية مع كلف اللسان ذاك شيع لاش وقت ما لقيت فاول كلمة تبدأ في فاول تندير an she is an English teacher نشوفو دبا هاد التمرين هنا يا عندي الجملة الأولى عندي هنا نزها is a Arabic teacher عشنو غادي ندير؟ هنشوف باش كتبدأ لي هاد الكلمة كتبدأ ليها بفاول a يعني غادي ندير an Arabic teacher دي ما نحيتاش هنا فاول معا فاول ما تيتلقى وش ما نقدرش نقول نزها is a Arabic an Arabic teacher صعيبة تفنق صعيبة يعني نزها is an Arabic teacher وساما is student student كتبدأ بs يعني ماشي فاول يعني غادي ندير فيها a وساما is a student ثالثا a dog is animal animal كتبدأ بفاول إذن غادي نستعمل an a dog is an animal رابعا Monica is English teacher English كتبدأ بفاول إذن غادي نختم فيها an Monica is an English teacher Monica is an English teacher خامسا Mr. Ramy is math teacher math كتبدأ بconsonant يعني m إذن غادي نختم معها a Mr. Ramy is a math teacher ما قدرش نقول أنا math teacher لا a math teacher نشوف دابا القاعدة ديال هاد شكوش اللي شفنا قالك هنا remember this تذكر هذا the verb to be دابا نشوف هاد ال verb to be عندي فيه singular ضمائر يعني ديال المفرد أنا أنت ولا أنت هو هي هادة تعلي غير العاقل وبنسبة الجامح كنقول we you they يعني نحن أنتم أو لا أنتنا they يعني هم أو لا هن نشوفه I am student هادة دابا هو ال verb to be هادو دابا ضمائر ال verb to be هو هادة يعني لاشت متلا نشي امسيحان ديري ليا I بحلكة وديري ليا نقاط وبين قوسين هنا يكتب ليا verb to be أشنو غادي ندير؟ غادي ندير هادو شو واحد من هادو؟ يعني أم آر يعني نكون حافظو حلو ذغب اتغ كنكون حافظو صافي يعني ماشي يقول داليا بين قوسين داليا ال verb to be نتخلى عاولا نقول باقي لدك to be ولا بنحطنا لا to be هو هادة هو أم آر is is are I am a student you are a student he she is a student it is a dog we you they are students نمشو دابا ال articles A و N هادو ليشتنا A كندير هادة يمان معاه بحل هاد الحورو في لا كتب داليا الكلمة بشي حرف من هادو B C D M N L Q V مهم يكون consonant يعني ماشي vowel بحل هكا a book A book N كنديرها مع vowels Vowels قلنا هوا هادو A E I O U N orange كنت هدي نهاية دي لحصة دي اليوم نتمنى تكونوا فهمتو لي عندو شي تساؤل ولاش حاجة ما تنسو تخليوا لي تساؤل دي كون كاملين في التعاليق نتلقى ان شاء الله حصة جايب صفحات موالية من الكتاب المدرسي لسانة التالية اعدادي نتمنى التوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر